النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال ان الحكومة بتتدخل بميزان حساس في ازمة زيادة الاسعار لان العنف في التعامل مع الازمة هيؤدي لاختفاء السلع وتعليقا على اسعار الدولر والدهب قال كمان ان الحكومة لديها خطة وان الازمة العالمية هي ازمة كبيرة قدت لهذه التحديات واللي بيتم التعامل معها حاليا وضح وقال كمان في المؤتمر الصحفي ان اغلب الاخبار على السوشيال ميديا هي موجهة لضرب الاقتصاد المصري واكد على ان الحكومة بتاعي جيدا ان هناك ارتفاع في الاسعار وبتحاول تخفيف العبء عن المواطن تتحمل عن المواطن الزيادات ودعم الفئات اللي بتحتاج لدعم وضح كمان وقال طبعا زي ما قلت لحضراتكم في المؤتمر الصحفي في مقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع الحكومة الاسبوعي زي ما حضراتكم عارفين طبعا ان اجتماع الحكومة الاسبوع بيكون كل يوم اربع قال كمان في هذا الاجتماع وفي هذا المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع ان هناك خطة لوضع تصور لتوفير العملة الصعبة الفترة اللي جاية حتى يوم 30 يونيو 20 23 واشار الى ان كل الاجراءات ليست بالضروري الاعلان عنها نتكلم بقى على الشغل الشاغل للمواطن وهو ده اللي احنا حرسين عليه ده الجزء التاني من كلامنا النهاردة بالتأكيد احنا عارفين كويس قوي ونعي ان هناك ارتفاع في الاسعار ولكن الدولة المصرية بتحاول بقدر امكانيتها وقدراتها المادية والقدرات اللوجستية ان احنا نخفف من عب هذه الزيادات عن المواطن المصري وحدي لحضراتكم على سبيل المثال يعني احنا يمكن التضخم احنا عم نتابع الارقام طبعا وبنشوف الزيادات اللي بتحصل لكن انا عايز اقول لحضراتكم من غير التدخلات اللي عملتها الدولة في موضوع اتاحة زيادة ارقام على ابطاءات التموين عشان يستفيد منها فئات محددة من اللي احنا بنقول ان هما دول اللي يعني اكثر تأثرا بالازمة اللي موجودة من خيل من غير الاجراءات اللي اتعملت لزيادة المرتبات وزيادة الحد الادنى والاهم عدم زيادة اسعار المرافق الرئيسية في خلال الفترة دي سواء الكهرباء او حتى بعض الحاجات الاخرى اللي احنا يعني اوقفنا الزيادات بتاعتها واعلمنا ان احنا مش هنزودها لغاية تلاتين ستة لولة هذه الاجراءات كانت الاسعار ممكن كانت تروح في حتة تانية خالص زي ما بيحصل في كل الدول اللي انتوا حضراتكم اكيد بتابعوها فاحنا بقدر الامكان كدولة لان خدوا بال حضراتكم الدعم اللي بتقدموا الدولة ما هو ده على عاطق الموازنة بتاعتنا وعلى عاطق قدراتنا المالية ويمكن انا اتكلمت مع حضراتكم في هذا الموضوع اكثر من مرة وقلنا عشان برضو ما نقدرش ان احنا نتحمل اكثر من اللي احنا حطينه في اطار الموازنة عندنا احتياطيات بتصل الى حوالي 130 مليار بقينا موجهينها بالكامل لاستيعاب جزء من الاثار السلبية اللي نتيجة للازمة العالمية ده هدفها الرئيسي عشان نتعامل مع هذا الموضوع ده شيء مهم جدا ان احنا بنتعامل به وبنتعامل به انا عايز اقول بمزام من دهب لان ببساطة شديدة الدولة المصرية عندها محددات كثيرة انا ممكن اندفع في ان انا احاول اشيل دعم كبير جدا 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 حينعكس على خسائر وديون وقروض اكتر على الموازنة اللي حيدفع تمانها احنا بعد سنتين وثلاثة وحندفع اكتر فلازم يبقى الموضوع بيتاخد بنزان وتوازن عشان نعرف نقدر ايه اللي نقدر نشيله وما يحملناش اعباء كبيرة تنعكس علينا في خلال السنتين والثلاثة وعلى الاجيال اللي بعد كده فبيبقى هذا الموضوع مهم جدا ان احنا نتحرك فيه مرة اخرى وانا بأكد ومش عيب ان احنا نقول هذا الكلام الدول المتقدمة واخد سياستها اي زيادة تحصل تنزل على المواطن لكن احنا كدولة عارفين تماما او ظروفنا وعارفين تماما المعاناة اللي بيبقى فئات في المجتمع المصري بتعاني منها فعشان كده بقدر الان كان بنحاول نتحمل عن المواطن هذا الكلام انما الاهم بالنسبة لي مرة اخرى كدولة ان احنا ندعم الفئات اللي محتاجة دعم وده اللي بيحصل النهاردة من توسعة مظلة التكافل وكرامة الحاجات التموين اللي تمت زيادة المرتبات وكل الكلام ده وبرضو الدعم التموين اللي بيحصل للفئات اللي موجودة في البطاقات التموين لكن في نفس الوقت اهم شيء عندي ان انا توفير السلعة وان السلعة تبقى موجودة في كل مكان للمواطنين بقى للفئات الاخرى اشتركوا في القناة